بعد الهجرة وزيادة أعداد المسلمين زاد الاحتياج إلى الماء وكانت بئر روما هي المورد الرئيسي للماء بالمدينة إلا أن هذه البئر كان يملكها يهودي مستغل يبيع الماء بالقطرة فلما علم عثمان بن عفان رضي الله عنه بالقصة ذهب إلى اليهودي وأخبره أنه يريد أن يشتري منه البئر فرفض اليهودي فعرض عثمان أن يشتري نصف البئر فيكون يوما له ويوما لليهودي يبيع منه فوافق اليهودي على أساس أن عثمان تاجر ذكي وسيرفع سعر الماء فيزداد مكسب اليهودي ولكن حدث العكس فتعجب اليهودي وبحث عن السبب فاكتشف أن عثمان جعل يومه لوجه الله يأخذ فيه الناس حاجتهم دون مقابل فأصبح الناس يشربون جميعا في يوم عثمان ولا يذهبون للبئر في يوم اليهودي فذهب اليهودي إلى عثمان وباع له باقي البئر مقابل عشرين ألف درهم ثم أوقفه عثمان لله تعالى وبعد فترة من الزمن أصبحت النخيل تنمو حول هذه البئر فاعتنت به الدولة العثمانية حتى كبر وبعدها جاءت الدولة السعودية واعتنت به حتى وصل عدد النخيل ما يقارب ألفا وخمسمائة وخمسين نخلة فأصبحت الدولة ممثلة في وزارة الزراعة تبيع التمر بالأسواق وإراده يوزع نصفه على الأيتام والمساكين والنصف الآخر يوضع في البنك في حساب باسم عثمان بن عفان تديره وزارة الأوقاف ونمى المال وتم شراء قطعة أرض مجاورة للحرم النبوي مسجلة رسميا بالبلدية باسم عثمان بن عفان ثم تم شروع ببناء فندق كبير من هذا الإراد والبناء في مراحله النهائية الآن ومن المتوقع أن يأتي بإيراد سنوي يقارب خمسين مليون ريال سعودي نصفها للأيتام والمساكين ونصفها في حساب عثمان رضي الله عنه بالبنك إنها تجارة مع الله بدأت واستمرت طوال أربعة عشر قرن فكم يكون ثوابها لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يتبعون أموالهم في سبيل الله ترجمة نانسي قنقر